بحضور كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين ورؤساء التحرير انطلقت فعليات المنتدى الإعلامي لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بعنوان التحول الرقمي وذلك لمناقشة صناعة المحتوى الإعلامي في عصر الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي احنا في أول جلسة كلمنا على الأخلاقات المهنية وكلمنا انه بضرورة يكون فيه أكواد بتواكب التطور التكنولوجي وضرورة ان يكون فيه أدوات بتتحقق أدوات متطورة بتتحقق من صحة المعلومة لمواجهة كم الشائعات الموجودة على الديجيتال ميديا الجلسة الثانية هنتكلم على كيفية صناعة المحتوى والتحديات الأهل الصناعة بيوجهوها في ظل السوشيال ميديا وفي تالت جلسة بنتكلم عن الديتو جورناليزم وهي ده ثورة في مجال الإعلام اتكلمنا عن أخلاقيات الإعلام بشكل عام وآليات التعامل معها هذا القانون هذا العقاب هل التشريعات كافية أم نحتاج لتشريعات أخرى أيضا فتحنا موضوع لهيئات الإعلامية زي الهيئة الوطنية للصحافة وذهي الوطنية للإعلام والمجلس على تنزيم الإعلام وأدوارهم كل ده في سياق أكبر وهو ما يحدث في العالم وتصل أفار لنا لنحن في الآخر نحن في عالم صغير جدا عالم رقمي كان أشبه بقرية الإلكترونية الآن مجموعة من الجزر الإلكترونية المتفاعلة والمرتبط هذا الملتقى وغير من الملتقيات التي عقدت وستعقد على مدى الشهور القادمة تصب في هذا لاتجاه فكرة التحول إلى الرقمي ليس منطقيا أن تتحدث الدولة عن التحول الرقمي داخل أروقاتها وأن يكون لدينا العاصمة الإدارية الجديدة بكل ما فيها من رقمنا ثم نتحدث عن إعلام ما زال فيه صحفيون يكتبون على الورق ما زال فيه إعلاميون بعيدون تماما عن التطور الرقمي التطور الرقمي هو الذي سينجح في أن تصمد هذه الصناعة بشكل كبير جدا اتكلمنا في مدونة السلوك ومساق الشرف الإعلامي وطرح أطر جديدة من خلال المجلس العالي الصحافة في التعامل مع هذه المشكلات وأيضا تقربة شبكة من شبكات التلفزيون الرائدة في هذا المجال وأيضا تقربة الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية والفنية أيضا في هذا المجال في حالة تطور مستمر الصحافة والإعلام تطور فيهم يعني ممكن نقول واحد سنويا كل سنة أجهزة جديدة معلومات جديدة تقنية جديدة ولكن هناك برضو أن الجمهور محتاج معلومات مفيدة منتدى يعمل على الاهتمام بتطوير الإعلام من أجل طرح أليات جديدة تستخدم بشكل إيجابي لجذب الجمهور شنودة سعد 90 دقيقة قناة المحور